بسم الله وعلى بركة الله تبدأ فعليا وعمليا استعداداتنا للعشر تيام اللي من وجهة نظري يعني العشرة الأهم في تاريخ كتيبة النادي الأهلي اللي ان شاء الله اللي بتستعد للسفر بكرة لتونس ليه؟ لأكتر من سبب صحيح طبعا انت بتكلم عن عشر تيام هم الفاصل الزمني اللي بيفصلوا النادي الأهلي بإذن الله عن التتويج باللقب رقم 12 على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا والبطولة الرابعة من أصل خمس بطولات أو من أصل خمس نهائيات خضناهم وده رقم في حد ذاته هيكون تاريخ كبير جدا جدا للجيل ده من اللاعبين يحسب ليهم الحقيقة ويحسب لكل القائمين على المنظومة انه الأهلي يقدر يوصل لخمسة نهائي دوري أبطال على التوالي يفوز بأربعة منها لم يسبق لأي نادي على مستوى القرى بما فيه من نادي لأهلي نفسه انه حقق إنجاز زي ده عشر تيام مطلوب فيهم أعلى درجات التركيز من جمهور النادي الأهلي منتظرين أعلى درجات الدعم وده بالتأكيد ما فيش شك فيه مقدار شنكر إن أنا شايف حالة تفاؤل حالة ثقة في نجاح الأهلي إن شاء الله على مدار مشواره لكن الحقيقة خلينا أقول إنه المشوارين أو اللقائين في منتقى الصعوبة على الفرقتين زي ما هو صعب على الأهلي وكمان صعب على الترجي وعلى مدار عشر تيام دول بإذن الله اللي ممكن يكونوا الأهم أو مش ممكن هما بالتأكيد الأهم على مدار الموسم الحالي وبأكد مرة تانية إنه لعبة النادي الأهلي الجيل ده يقدر يكتب لنفسه تاريخ صعب جدا جدا إنه حد تاني يكرره هنتابع مع حضراتكم طبعا تفاصيل الرحلة اللي هتبدأ كمان دقايق تمرينة الأهلي أو عبدة الأهلي للتمرين والتخضير والاستعداد للجولة الأولى اللي بيفصلنا عنها مجرد بس أربعة يام إن شاء الله بإذن الله معادنا يوم السبت الساعة عشر بتوقيتنا هنا في القاهرة في ملعب حمادي العقربي في رادس في تونس في مواجهة أولى إن شاء الله تجمع بين الأهلي والترجي والنهاردة خليني أقول لكم طبعا وطمينكم وأفرح معاكم إنه كابتن خطيب قرر أن يترقص بعثة النادي الأهلي إن شاء الله إلا هتتوجه بكرة بعد التمرين تمرين أعتقد بكرة تبقى في حدود الساعة 2 تقريبا أو ساعة 4 وبعد كده بعد التمرين هتتوجه البعثة للمطار إن شاء الله المغادرة إلى تونس كابتن محمود الخطيب زي ما قلت لكم هترقص رئيس النادي الأهلي طبعا هترقص بعثة الفريق الأول لكرت القدم المتجه إلى تونس مساء غد الأربعاء لمواجهة الترجي في الذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمحدد له السبت المقبل بملعب حمادي العقربي في رادس وحرس الكابتن محمود الخطيب على الأتمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب سبق البعثة طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة وكابتن سامير عدي المدير الإداري عشان يتأكدوا من كل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وكل تفاصيل متعلقة ببعثة النادي الأهلي الأهم رحلة من ضمن رحلات كتيرة جدا خضها النادي الأهلي الموسم ده بحثا عن الألقاب والبطولات وظل لقب دوري أبطال إفريقيا هو الأهم من كل الألقاب والبطولات اللي خضها النادي الأهلي على مدار الموسم وبإذن الله بعد البقية تأتي المشوار لسا ممتد عندنا بتوت الدوري عندنا بتوت الكاس بطولة مجهولة المعالم لكن خلينا نقول أنه تركزنا كله في العشر تيام دول مش على أي حاجة غير إن شاء الله بإذن الله قدرتنا على حسم لقب البطولة وهنتكلم مع حضراتكم حلقة النهاردة وحلقة بكرة فيها تفاصيل كتيرة جدا عن الترجي أكتر ما هي تكون عن الأهلي لكن ده ما ينفيش برضو في نفس الوقت هنحرص على أن احنا نتابع استعدادات النادي الأهلي ترتيباته تفكير ميستر كولر اللي اطمئنا على قائمة النادي الأهلي كل ده هيكون معاكم على مدار ساعة ونص هي حلقة السادسة النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ في التفاصيل طبعا يعني خلينا نعترف أن يعني لو بتكلم عن مبدأ التطور في مبدأ تطور ده ما شيء ما فيه شك فيه لكن الأرقام تزال هزيلة جدا يعني إذا كنت بتتكلم وإحنا يمكن دايما على فكرة الأرقام اللي احنا بنعرضها دايما أو التيم بتاع السادسة بيعرضها على حضراتكم هي بس مش مجرد شو مش مجرد استعراض لمجموعة من الأرقام أو الإحصائيات المتعلقة بها بيزنس كرة القدم باقتصاديات كرة القدم صناعة كرة القدم لأنك لو ما بصتش للقصة على أنها صناعة وبيزنس كبير جدا يبقى أنت عندك مشكلة كبيرة جدا ويبقى الجاب اللي موجودة بينك أنا شبس بتكلم على القارة الأفريقية أنا بتكلم حتى علينا هنا في مصر يعني قارة أفريقية طبعا فيه مسؤولين كتير عنها وفيه اتحاد أفريقي وفيه لجان وإلى آخر مشكلتها كبير عن رغم أنها القارة خد بالك قارة أفريقيا دي اللي بينظر لها العالم كله على أنها المستقبل مستقبل الكوكب هي الخيرات العالم كله والقوال الاقتصادية كلها بترهن عليها عشان تكون مخرج في يوم الأيام لأزمات الاقتصاد العالمي وده يمكن مش لسه يحصل ده يمكن حصل من سنوات بص عليها كده في كل الحاجات المرتبطة بالاقتصاد هتلاقي اتصالات هتلاقي تيران هتلاقي كل دول عالم الصين أوروبا وغيرها بدون ذكر أسماء كلهم النهاردة بصين للقارة على أنها القارة الأمل فصعب جدا تكون بتكلم على أن أهم جائزة لأكبر بطولة في قارة أفريقيا بطالها بيفوز بأربعة مليون دولار وانت بتكلم لو هسترجع مش هروح لبيدي يعني مبارح كنت بكلم حضراتكم أو سعرضنا عوائد البث التليفزيوني للفرق اللي بتشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا التي لم تنتهي بعد التي لم تنتهي بعد لسه في مواجهة فيها متبقية بين بروسيا دورتموند وريال مادريد بتكلم على فريق واحد بس زي ريال مادريد واخد 133 مليون دولار أو 133 مليون يورو من عوائد البث التليفزيوني تكلم على فريق زي بروسيا دورتموند واخد 120 مليون يورو من عوائد البث التليفزيوني ما بالك بقى بفكرة الرعاية جواز البطولة أو مكسب البطولة نفسه لأن كل الفرق بداية من دور المجموعات بتاخد ملايين وبالتالي الجاب كبيرة جدا وإذا ما تحركناش أنا طبعا مش بطالب أن نقرأ نفسنا بأوروبا لكن اللي بقوله إيه واللي دايما حريص أننا أتمنى أن الرسالة تكون واضحة لأننا بتكلم في المصلحة العامة اللي بنقوله إيه أنه إحنا لازم نتحرك أو لازم نبص ونتعلم من الناس دي قدر تطور من نفسها إزاي قدر تطور من مسابقاتها إزاي وقارن بنفسك وشوف دوريات في أوروبا إزاي قدرت أنها تخلق منافسة تكون عندها مناخ جذب للاستثمار في فترة من الفترات كان الدوري الإيطالي هو الدوري رقم واحد في العالم وكان أهم لعابة العالم كلها موجودين في الدوري الإيطالي وكان الدوري الإنجليزي محدش بيتفرج عليه تقريبا دوري ما فيهوش كرة ممتعة ما فيهوش نجوم فيه عنف فيه شغب فيه كل حاجة ممكن تقول عليها ما لاش علاقة بكرة القدم نهارده بتتكلم عن الدوري الإنجليزي هو أهم وأكبر دوري وأكتر مسابقة نكحة على مستوى جذب الاستثمار وعلى مستوى تحييل أرباح للأنداء بتاعتها وللد دولة من بعدها معلش هو صداع شوية كلام في اقتصاديات كرة القدم لكن لابد إن إحنا لو بنفكر في الكرة في مصر تتكلم عن دولة فيها 110 مليون أعتقد يعني لو معلوماتي صحيحة مصر هي الدولة رقم 14 على مستوى العالم من حيث التعداد وبالتالي أنت أكيد عندك من المواهب واحدة من الإحصائيات اللي عرضناها رائب جدا الدول المصدرة للمحترفين كتعتقد برازيل في المركز الأول فرنسا في المركز الثاني فأنت بتتكلم على 1300 لعب برازيلي محترفين في كل أنحاء العالم 1100 حاجة تقريبا لعب فرنسي محترف في كل أنحاء العالم أنت متخيل حجم الثروات حجم العوائد اللي جاية من فكرة أنه يبقى عندك هذا الكامل سيبك من نواحي الفنية سيبك أن المتخابين دول دايما مرشحين لأي بطولة سواء كوبة أمريكا أو بطولة أوروبا أو حتى كاس العالم أو حتى أوليمبياد لكن سيبك من نواحي الفنية أنا بكلمك بيزنس وفلوس ترجم ده العوائد مالية ممكن تكون عاملة إزاي لو ما استقرتش المنظومة وبالمناسبة الدول البرازيلي مش من أقوى دوليات في العالم يمكن على مستوى أمريكا الجنوبية ممكن طبعا لكن على مستوى العالم مش من أقوى المسابقات اللي في العالم يعني تقدر طول عليها حاجات طبعا ليها علاقة باختلاف التوقيت حاجات ليها علاقة بمستوى الأسماء والنجوم اللي بيلعبوا هناك لكن في النهاية تبتكلم على دوري من أكتر الدوريات ربحية على مستوى العالم معلش هالشيء بالشيء يا أسكر والأرقام الحقيقة دايماً بحب أقف معيها ونحاول نقرأ دايماً اللي بين السطور نروح للأهلي الأهلي عندنا أخبار كتير وهنروح زي ما قلت لحضراتكم مش بس الأخبار لنادي الأهلي لكن هنروح لتمرينة الأهلي النهاردة بعد راحة مبارح لمدة 24 ساعة وعودة النهاردة للتدريبات يمكن هتبدأ في خلال دقائق خلينا نشوف الأهلي نيوز روم معنا أي النهاردة الأهلي والترجي واحد أنت بتكلم على واحد من أهم دربيات الكرة مش بس في شمال أفريقيا لكن على مستوى القارة الناديين دول تحديداً تاريخ كبير جداً من المواجهات واحدة من أكتر المواجهات الشعبية على مستوى القارة أهلي ترجي ترجي أهلي وبيننا وبين بعض جوالات كتيرة جداً 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 وخليني أعترف معاكم واتفق في نفس الوقت أنه ذكريات إنه حلوة مع الترجي ما بحبش فكرة الكعب العالي وما بحبش فكرة التاريخ ولا المواجهات السابقة بنستعرضها من باب إن إحنا نقدم للجمهور اللي ما حضرش أو ما شافش أو ما عرفش حج المواجهات أو تاريخ المواجهات بين الناديين في جيل جديد ما يعرفش أو ما شافش مثلاً الأهلي والترجي في الساد المنزة 2001 وهدف سيد عبدالحفيز الشهير ممكن كمان يكونوا ناس ما حضروش النهاء التاريخي اللي كان في تونس الأهلي والترجي 2-1 هدفين طبعاً لا ينسوا حقيقة جده والوليد سليمان في ظروف كانت قصية جداً جداً تكامل على 2012 كان نشاط الكرة في مصر تقريباً متوقف الأهلي ما بيلعبش بطولات محلية وما خدش غير المسابعة الأفريقية وقدر يتوج في ظل الظروف الصعبة دي ببطولة دوري الأبطال فهي بطولة نسخة خاصة جداً لها ذكريات كتيرة جداً عندنا وذكريات كتير وحتى منها القريب مع موسيماني فوز ذهاب وعودة مع مارسل كولر فوز ذهاب وعودة فبالتالي الفترة الأخيرة الحقيقة عموماً يعني ذكريات الأهلي مع الترجي أعتقد أنها فعل حسن بالنسبة لنا إن شاء الله لكن المواجهة اللي جاية ملاحشة لقب ده على الإطلاق لأنه زي ما كلمتكم مبارح الترجي عنده لأول مرة من سنين طويلة جداً نمرة واحد أنت كجمهور وكلعيبة وكجهاز فني وكأدارة متعود أنه آه عادي إحنا في نهاية دوري الأبطال يعني كل سنة إحنا في نهاية دوري الأبطال إحنا الأقرب دائماً لتحيي اللقب وفي ظل الظروف طبيعية كان ممكن لأربع نهاية اللي أنت وصلت لهم في الأربع مواسم الأخيرة يبقوا أربع ألقاب للنادي الأهلي لو الظروف طبيعية يعني لو ما فيش لعبة من تحت الترابيزة يعني كان ممكن جداً أربع ألقاب دول يبقوا في خزنة دولات بطولات النادي الأهلي النهاردة ولكن الترجي بيوصل للنهاية زي ما بنقول كده باللغة العامية بعد شوق يعني بقاله سنين طويلة جداً مقدرش ينجح حتى في الوصول مش يتوج باللقب مقدرش يوصل للمباراة النهاية فبالتالي هي بالنسبة له فرصة قد قد لا تتكرر على الأقل في القريب يعني على الأقل وخصوصاً خلينا متفقين طبعاً هو عمل مشورة السسنائي في النسخة دي وقدر يتخطى عقبة سانداونز وده يخليك تبص للترجي برضو بشكل مختلف على عكس طبعاً أنا هاجي الحط للجزئية دي لأنه الأهلي من السانداونز لكن في النهاية لازم تدي الترجي حق فرقة عندها دوافع كبيرة جداً هتتمسك بفرصتها لأقصى مدى اللعيبة عارفة أن تتوجهم ببطولة دوري أبطال هو هيكون الإنجاز الأعظم للفريق على مدار يمكن خمس أو ستة أو سبع سنين فاتوا فبالتالي دوافع الترجي كبير والحقيقة أرقام الترجي في النسخة دي من دوري الأبطال لازم تقلعك شوية إحنا ما استعرضنا مبارح مشوار الترجي في بطولة دوري الأبطال هتجد أنه فريق الحقيقة يمكن يبان معندوش الشخصية الهجومية مش شرس هجومياً مش فريق زي سانداونز أو فريق زي سينبا أو فريق زي مازينبي أو فريق زي يونج أفريكاس حتى أو حتى أسك حقيقة أسك كمان ظهر في البطولة دي بشكل كويس جداً مش هو النسخة اللي تقولك الفريق ده تعمله حساب لكنه الحقيقة فريق منضبط تيكتيكياً بشكل ولا أروع وأرقامه كلها بتترجم ده يعني لما تيجي تشوف عدد الأهداف اللي سجلها عدد الفرص اللي صنعها فرص المؤكدة عدد الأهداف اللي استقبلتها شباكو هتجد أنه فريق خطير فريق منضبط تيكتيكياً صعب جداً اختراق دفعاته فريق ما استقبلش غير ثلاث أهداف فقط لغير في مشوار البطولة وقدر أنه يسجل عشر أهداف وقدر أنه يتغلب على فريق بحجم ساندونز زهاباً وقياباً بنتيجة واحد صفر فبالتالي الترجي السنادي غير والدوافع غير لكن الرهان الحقيقة عليه هو الحالة اللي ظهر عليها الأهلي مع مرسل كولر في الفترة الأخيرة الأربع لقاءات وبصرف النظر عن النتائج النتائج مش هتغدعني على الإطلاق يعني صحيح كسدنا الأربع مطشاط وصحيح في مطشاط قدمنا فيها عروض في منطقة القوة وحق أنا فيها سكور مكسب بالأربع ومكسب بالتلاتة وقعي إلى آخره لكن في النهاية شكل الأهلي فورمة الأهلي أعتقد أنها قربت بشكل كبير جداً من شخصية الأهلي قبل التوقف بتاع أمم أفريقي فاكرين الأهلي في كاس العالم الأهلي قدام للاتحاد والأهلي قدام حتى فلاوينينزي والأهلي في الدور قبل النهاية أمام قراء وردز فريق كان وقف على رجليه وبيقدم معزوفة كروية ولا أروعة بشوف أنه كولر في الفترة الأخيرة قدر يوصل مع الأهلي للفورمة دي وكمان عودة المصابين اللي خلت النهاردة ما عندكش ألأ من غياب أي اسم أي اسم مهما كان حجمه وتأثيره هو طبعاً ده العادي في الأهلي لكن في الفترة دي الحمد لله سكواد الأهلي بخير وهنتطمن كمان على الأسماء اللي ممكن تكون بعيدة شوية بسبب الإصابة أهمهم من وجهة نظري واللي كان مفتاح مهم جداً للأهلي في الفترة الأخيرة أحمد عبدالقادر عودة ياسر إبراهيم مدى جهزيته نتطمن على عمر السولية كل ده هيكون في تمرينة النهاردة نهاردة زي ما قلت لكم كولر هيبدأ التمرين يمكن كمان دقايق في الفترة الأخيرة حسب تصريحات مارسل كولر كان بيتكلم على دراسة الترجي اللي هيركز فيها بشكل كبير جداً على سيناريوهات لقاء الأهلي الترجي وساندونز زهاباً وآياباً ومباراته الأخيرة قدام النجم السحلي محلياً في عدم استقرار يعني طبعاً ويبدو أنه ميجال كاردوزو مش مركز أو مش مهتم أوي بالمسابقة المحلية هو خسر أعتقد أو خرج من بطولة الكاس بخسارة قدام فريق من الدرجة الثانية وده مش مقياس طبعاً على مستوى خسر وتعادل مطشين في الدولة التونسية أعتقد فيه كان فيه خسارة قدام الصفاقسي فما أعتقدش المطشات دي ممكن تديك دلايل أو إرايات على شكل حقيقي اللي هيلعب بالترجي لكن الأعرب هي مواجهة سانداونز واللي أعتقد أن ميجال كاردوزو الموديل الفني هيراهن عليها بشكل كبير جداً في مباراة السبت القادم مباراة صعبة بدون شك مباراة بالنسبة له هي الاحتمالات فيها يمكن إحنا نتمنى أنها تكون 50-50 يعني نتمنىها فوز للأهلي نتمنىها تعادل إيجابي نتمنىها تعادل سلبي ولا قدر الله حتى لو فيه خسارة تبقى في أقل الحدود الممكنة عشان تبقى فرصتنا أكبر في جولة أو مباراة العودة في القاهرة لكن أنا شايف أنه الأهلي يقدر جداً جداً إن شاء الله إن شاء الله لو كان يومنا والتوفيق معنا إن شاء الله نقدر نرجع بنتيجة إيجابية أقلها التعادل الإيجابي إن شاء الله إن لم يكن فوز لكن هو بصص للقصة بشكل مختلف تماماً ميجال كاردوزو عارف أنه احتمالية أنه يحقق نتيجة إيجابية هيقاتل 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 في القاهرة ده ما فيه شك فيه وهيلعب بكل قوته لكن في النهاية شايف الأفضلية اللي يقدر يحققها على الأهلي لازم تكون في ملعب رادس بكرة هنفكر شوية معاكم بالورع والقلم ونستعرض الحالات وهنحاول نحلل مطشاط الترجي وسان داونز الأخيرة في دولة الأبطال وهنحاول كمان نبص على مباراته في مواجهة النجم الساحلي حاول نقرأ التشكيل الأساسي اللي ممكن يلجأ له نحاول نتعرف على المفاتيح اللي يجب بشكل أكبر وده يكون كمان جزء من حلقة النهاردة بس قبل مختم الأخبار خليني أقولكم أنه محمد صلاح النجم المصري وإن كان طبعاً كنا نتمنى الموسم اللي بدأوا صلاح بشكل أكتر من رائع وما زال الحقيقة مستمر بيقدم مستوىات كويسة صحيح الخلاف مع يورجين كلوب أثر بشكل كبير صحيح ابتعد ليفر بول عن المنافسة على لقب اليوروبا ليج أو على البريمير ليج في إنجلترا خلاص هم برى الحسابات نحن نتكلم النهاردة على السيتي والأرسنل وهرجع لكم في الدولة الإنجليزية لكن رغم ده يظل صلاح بالنسبة له موسم ناجح جداً على مستوى الأرقام وده اللي خلاه ينفرد بتصويد جروب سوكر كأفضل لاعب في أوروبا في السيزن الحالي بمشاركة طبعاً نتكلم على عدد كبير جداً من نجوم الأوروبيين يعني لما تكلم النهاردة أنت بتكلم النهاردة أنه في اللحظة اللي بكلم حدركم فيها دي صلاح حصل على تصويت عدد كبير جداً من نجوم منهم كيليا نيمبابي نجم طبعاً بي أس جي منهم إيرلينج هالند مهاجم الفز في دورة الإنجليزية ومهاجم منشست سيتي متفوق عليهم محمد صلاح محمد صلاح نسبته حالياً 26.7% والفارق بينه وبين قارب المنافسين اللي أعتقد هو هاري كين عندنا مثلاً كيليا نيمبابي واخد 9.2% إيرلينج هالند واخد 9.3% هاري كين أعتقد واخد 10.4% نجوم كتيرة جداً وإن كان الفارق زي ما حراركم شايفين على الشاشة صلاح هو اللي بالأخضر صلاح هو اللي بالأخضر في تاني رو بالأخضر نسبة الفارق بينه وبين أقرم المنافسين لي سواء كان إيرلينج هالند سواء كان كيليا نيمبابي سواء كان فينيسي جونيور فينيسي جونيور يمكن كمان أعلى من هاري كين 11.9% من 10% القائمة بقى شاملت طبعاً برناردو سيلفا نجم المان سيتي كول بولمر الحقيقة كول بولمر واحد من نجوم الدوري الإنجليزي السنادي اللي مش فاهم إزاي السيتي استغنى عنه الحقيقة يعني قدم يمكن يكون النجم الأهم في سكواد شيلسي السنادي واخد 1.9% من 10% لكنه بالتأكيد واحد من النجوم القادمة جداً وبقوة في الدوري الإنجليزي في الدوري الألماني عندنا جوشوا كيميتش طبعاً واخد أقل من 1% عندنا في الفاضن طبعاً ما يستهلهاش بصراحة يستهل أكتر منها بكتير لكن 1.2% جود بيلنجهام طبعاً نجم انجلترا ونجم الريال الحالي 10.2% وطبعاً بطل الدوري والبطل الليجة ومبروك للريال يعني لكل حالة هنقول مبروك للريال طبعاً الليجة الأسبانية وإن شاء الله بإذن الله دورتموند هو بطل دوري الأبطال عندنا طبعاً هاملز طبعاً نجم بروسيا دورتموند واخد 1% لو تروا مارتينيز نجمي طبعاً واحد من النجوم الأرجنتيني الهيلين بصراحة واخد أقل من 1% فبنتكلم بوكايوساكا طبعاً نجم انجلترا والجانرز واخد 1% فنتمنى طبعاً التوفيق لصلاح عشان يكون الأفضل وتكون أولى جواز اللي يحصل عليها صلاح الموسم ده كأفضل لعب في أوروبا نيجي بقى للسيتي والأرسنل النهاردة ما يفوتكمش النهاردة مباراة من العيار التقيل النهاردة مباراة هي مباراة الحسم من وجهة نظري رغم أن لسه في جولة تانية لكن النهاردة لقاء السيتي مع تاتنهام هو لقاء اللي كله عشاء الكرة أي إن كان بقى أنت بتشجع السيتي بتشجع تاتنهام أو حتى بتشجع الأرسنل أعتقد أنه ممكن الأكتر جمهور هيشوف الماتش ده النهاردة هو جمهور الأرسنل ليه؟ القصة أنه بعد ما أرسنل قدر أنه يكسب منشستر يونيتد نتيجة 1-0 قدر أنه يوصل لصدارة الترتيب الفارق بينه الفارق بينه وبين منشستر سيتي مبارتين كده يتبقى أفرتون للأرسنل خارج ملعبه ويتبقى لمنشستر ماتشين أولهم هو النهاردة أمام تاتنهام وده المباراة الأصعب لأنه المباراة اللي جاية المباراة دي هتلاعب في لندن المباراة اللي جاية هتتلاعب في ملعب الاتحاد في منشستر هيلعب فيها أمام وسطها والنتيجة هتكون واضحة الفارق حاليا الصدارة 86 للأرسنل 84 لمن سيتي ألاق 85 لمن سيتي لو كسب النهاردة من سيتي المباراة يرجع مرة تانية لصدارة جدول الترتيب ويكفي الفوز في المباراة الأخير طبطة إنهام النهاردة موقفه إيه؟ طبطة إنهام اللندني طبعا بيسعى أنه يحجز المركز الرابع عشان يقدر يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا السنة الجاية الفرقتين عندهم كرة محترمة جدا طبط إنهام رغم أنه في المركز الخامس لكن حقيقة واحد من أفضل الفرق اللي بتقدم كرة على مستوى مميز مباراة هتساهم بشكل كبير جدا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي النهاردة بالليل الساعة 10 مساء فاصل نستقبل بعد وضفنا في السادسة النهاردة نجمل كبير كابتن أشرف ممدوح ونفتح معا ملف الأهلي والترجي ده الكلام اللي أنا بدأت به حلقة النهاردة شخصية البطر أكتر أو تاني أكتر طبعا بعد الأهلي الفرق كبيرة جدا سواء على مستوى الوصول للنهايات أو تحقي اللقب لكن هو تاني أكتر نادي قدر يوصل لنهائي دوري أبطال وده في حد ذاته يأكد لك على أنه وده رهان كبير يعني ده رهان كبير فكرة شخصية البطل دي ده مش مصطلح عابر كده فرق كتيرة جدا بتقدم كرة كويسة وفرق كتيرة جدا بتعملها ألف حساب لكن معان دهش القدرة أنها توصل دايما في النهاية لحظ الأرقاب والبطولات دي خبرات متراكمة حاجات كتيرة جدا وقت اللبس حاجات بتتسلم من جيل لجيل وأعتقد كابتن أشرف ممدوحه وأكتر حد يكلمنا عن ده ضفنا النهاردة في السادسة نرحب به مساء خير أشرف إن شاء الله خير يا أحمد دايما ببسعيد معاك أنت عارف وإن شاء الله قبل البطولات الكبيرة والمهمة والمبرات المهمة لنادي الأهلي يعني بنا تفائل دايما إن شاء الله نكون مع بعض وإن شاء الله خير طبعا على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان إزاي استقبلت الأهلي والترجي في النهاية يعني السنين اللي فات كانت الوداد حاضر نسختين كايزر تشيفز حاضر الزمالك حاضر بقالنا كتير طبعا قابلنا في عدور قبل النهاية مرتين لكن مطش نهاية للبطولة اللي فاتت ومرة كمان مع موسيماني لكن نهاية أول مرة من زماء يعني بقالنا فترة طويلة يعني حتى المواجهات للنادي الأهلي أمام الفرقة التونسية كمان النادي الأهلي متفوق ومهيما على البطولة بشكل كبير أو على المباراة والمواجهات التونسية لكن ما توقعتش الحقيقة أن التراجي توريسي يوصل للنهاية يعني كنت متوقع أنه ممكن نشوف الوداد أو سانداونز سانداونز يعني من فترة طويلة فرقة ماشى بشكل جيد كنت متوقع أنه ممكن يوصل للنهاية كانت مفاجئة بالنسبة لك أنه يتخطط ذهابا وإيابا يعني بالمناسبة سانداونز كان مثلا في سنة من السنين أعتقد النسخة اللي احنا قابلنا فيها الوداد في النهاية كان حقق النتيجة إيجابية أعتقد كالتعادل في تونس لا في المغرب مع الوداد ولما رجع كل كان متوقع أنه سانداونز فاكر المبارادي لتعادل الوداد 2-2 وتأهل الوداد على حساب سانداونز وده يمكن لي علاقة بفكرة أنه آه ممكن تكون بتاع بكرة حلوة لكن الشخصية هنا والتجربة والخبرات بتفرق في البطولات دي بشكل كبير مفيش خلافه نقط مهمة جدا جدا بتكلم عنها أحمد لأنه مش بس الأمور الفنية داخل الملعب بتفرق شخصية البطل أو شخصية الفرق اللي تقدر تكمل بهذا الشكل زي النادي الأهلي لازم يكون فيه مقاومات كتيرة جدا غير الأمور الفنية حاجات كتيرة جدا داخل غرفة الملابس شخصية اللي لعبين وخبراتهم إمكانياتهم طبعا إزاي بيقدر يتعاملوا في المواقف الكبيرة دي ودي نتيجة مواقف كتيرة بيتعرضوا لها في البطولات الكبيرة اللي زي دي عشان كده بنقول إن الجيل ده اكتسب خبرات كبيرة جدا جدا يعني مجموعة كبيرة جدا موجودة منهم عصرة هذه البطولات على مدار خمس ست سنين لفاتهم وبالتالي لا التراجي الحياة فاجئني في مباراة سانداونز زهابا وقيابا خاصة إنه يدري يفوز زهابا وقيابا أمام فريق عنيد وقوي دي المفاجأة يمكن المفاجأة الأكبر من تأهله في حد ذاته صحيح يعني لو كان كسب اتنين مثلا وكسر واحد كان تبقى مفاجأة حتى تعادل ويعني على الأقل اللي كان ممكن يخسر هناك في جنوب أفريقيا لكن الحياة يدري يحقق نتاج إيجابية والحياة النتاج متفاوتة وغريبة يعني التراجي في البطولة المحلية ماشي بشكل سيء يعني في آخر أربع عمرات تقريبا هزمتين والفوز أخير أمام النجم الساحلية وتعادل وبالتالي يعني النتاج متفاوتة وغريبة المفترض أن يكون فيه أداء تصعودي ونتاج تصعودي يعني التوقعي لده أنه ميجال كاردوزو مش مهتم مقاوي أو حطة التركيز كله في دوري أبطال يعني أهم بالنسبة له أن يحقق ألقاء بدوري أبطال حتى لو على حساب ألقاء بتانية محليا أفضل من أنه ينافس فيه ممكن أنه إمكانيات الفرقة ما تسمحش بدأه أنه يخاف على لعبته وهو عارف أنه هيلعب النادي الأهلي بالتأكيد لي يعتبرك كتير كردوزو يمكن أختلف معك في نقطة بسيطة إن كردوزو أعتقد أنه نتيجة إخفاقات كتيرة جدا جدا كمدرب في أوروبا سواء مع أنت أو سلتافيجو أو إخفاقات كبيرة جدا يعني ما حققش تقريبا نتاج إيجابية في أي نادي تولاء باستثناء التراجل التونسي يعني حقق معه بطولة دوري المغربي وصل التونسي ووصل لفاينال دوري أبطال أفريقيا وبالتالي أعتقد أنه متعطش جدا جدا أنه حقق ألقاب وبالتالي يمكن شوية الأداء أنا كنت أتكلم معك قبل الهوى أنه يعني مش متخوف عن نادي الأهلي ولكن الآن شوية من طريق التعامل لتراجل التونسي في المباراة الكبيرة يعني عندهم خبرات كبيرة جدا وده فيش أي حد يقدر ينكره وصلهم لمباراة النهية بيعني أنهم وصلوا لفورمة كبيرة جدا والتركيز الكبير جدا زي ما قلت يا أحمد في بطولة أفريقيا أنه التركيز مختلف يعني أحيانا لو كنا منتكلم قبل كده للنادي الأهلي على كاس العالم أندية مثلا وأنه يرجع يلعب بطولة الدوري أو كاس العالم أندية ويرجع يلعب دوري أبطال أفريقيا التركيز في البطولات الأجواء مختلفة وبالتالي بيدي لك تركيز أعلى أو المدير الفني بيصدر لك أو رئيس مجلس النادي بيصدر لك أن البطولة دي أهم من دي فتركيزك كلاعب شوية بيبقى أعلى أعلى في بطولة معينة أو في مبورة معينة خياسا على كلامة يعني بيبقى تكلم على كاس العالم أنا فاكر كويس جدا ممكن نقول أول أو تاني أو حتى ممكن تلت مشاركة للأهلي في كاس العالم إحنا كجمهور كان بيبقى عندنا رهبة أهو نحب الأهلي وأهو عارفيني أنه الأهلي يعني دايما ما بنخافش بنراهن دايما بس كنا بنروح نلعب مع الفرق من كل القرارات وبيبقى إحنا حاسين البطولة صعبة وإنه المطشط تقيلة على أقلوب ومطشط قوية لكن لما تيجي تبص مثلا اللي أخذ أربع خمس سنين هقول لك ما سعر سليم أنت بتفكر في البطولة أنت بتلعب مع ريال مدريد والجمهور حاسس وإنت بالفعل في الملعب كنت قريب جدا من أنك أنت تعمل حاجة بتلعب مع أبايا ميونيخ إحنا نزلين المطش ها جماعة ممكن النهاردة يعني فاهم فالخبرات وتراكم المشاركة والتجارب بيدي تقل بالتأكيد دي حاجة بيحسها الجمهور فبالك باللعابة اللي خاضت بقى وقفت في أرض الملعب وحست بالإحساس هو ده الكلام اللي بنكلمه على هذا الجيل من اللعبين في النادي الأهلي أنهم الحقيقة يعني تحملوا كتير جدا وكام ده نقولته كتير قبل كده لأن في ناس كتير بتقوم بالتشكيك في هذا الجيل وبيحصلوا على بطولات كتير وبيحاول إنجازات كبيرة والإمكانيات مختلفة دايما المقارنة بتيجي مع جيل منوالجوزي حتى المقارنة من المدربين بين ميسر كولور وبين منوالجوزي الأجيال صحيح مختلفة لكن هذا الجيل يستحق كتير جدا 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 من الإشارة لأنه يعني إنجاز دي سبقول في أول حالة بيكتبوا تاريخ لأول مرة يتكتب على مستوى قرارة أفريخي بس لبس على رسالة طمعا لخمس مرات التوالي أربعة أربعة القابلة وحققنا إن شاء الله إنجاز تاريخي وكبير جدا جدا للعبين وأعتقد إنهم مش هيفرطوا بدا إن شاء الله مباراة يعني بنكلم في 180 دقيقة أعتقد إن شاء الله النادي الأهلي قادر على ده وأكيد هنتكلم في التفاصيل لكن النادي الأهلي إن شاء الله قادر على تخطي العقبة خليني أقول لك إنه يمكن لما بص على كيرف أداء النادي الأهلي على مدار المسلم هلقي برضو فيه تباين يعني يمكن على مستوى يعني بعيد شوية مش زي ما حصل مع الترجي إنت لما قلت فيه تباين في المستوى أو في النتائج الترجي الفترة الأخيرة تكلم على مدى زمني قريب جدا لكن إنت لما تبص للسيزن كله البداية ما كانتش أحسن حاجة ثم ارتفع على المستوى وصل أعتقد للتوب فورم مع بطولة كاس العالم ومن بعدها لقب كاس النخبة أو كاس السوبر ثم تراجع في المستوى توقف مع بطولة أمم أفريقيا تراجع في المستوى تراجع في النتائج إصابات كتيرة جدا بالجملة ثم عودة مرة تانية يعني سواء على مستوى الأفريقي أو على مستوى الدوري مش بس للنتائج للأداء كمان شايف ده إزاي وإزاي تراهن على أو شايف الفرصة العشر تيام أنا عايزة أتكلم معك كومبو مش بس على ماتش رادس لكن هم عشر تيام مهمين جدا جدا وخصوصا كمان أنه اللي مطم من شوية الناس إنو سكواد الأهلي اللي نهاردة الحمد لله كل المصابين تقريبا رجعون الحمد لله برضو أنا فاكر اتكلمنا كتير قبل بداية الموسم هنا في برنامجك إنو النادي الأهلي الموسم ده بعد العلامة الكاملة في كل شيء في الموسم اللي فات والمعنوات الكبيرة جدا جدا قدر كمان مجلس إدارة ومستر كولور إنه هم يعملوا معادلة صعبة جدا فيه إنه يكون عنده توازن كبير جدا ما بين اللعبين المتواجدين في النادي الأهلي وما بين التعاقدات المهمة للنادي الأهلي واللي قدر مستر كولوري إنه يغطي بشكل كبير جدا مع مجلس الإدارة احتياجات النادي الأهلي عشان كده بنشوف إن سكواد النادي الأهلي في كل البطولات الحمد لله يعني ما يغطي بشكل كبير ما عندكش مشكلة مين بره مين مصاب مين موقوف وبالتالي عندك الحمد لله سكواد كبير جدا جدا يقدر يغطي كل البطولات ويدخل في كل البطولات وينافس على هذه البطولات المشكلة الكبيرة اللي حصل في بداية الموسم هي الصدمة التشوك اللي أخدها جمهور النادي الأهلي في خسارة البطولتين المهمين في بداية الموسم لكن الخبرات الكبيرة للنادي الأهلي وشخصية البطل زي ما قلت يا أحمد إنه تقدر زي ترجع بسرعة جدا جدا عشان تقدر تنافس على باقي البطولات الحمد لله النادي الأهلي في بطولة كاس العمان ديها أداء مميز ونتاج مميزة بطولة الدوري النادي الأهلي ماشي بشكل جاية صحيح فيه يعني النادي الأهلي لو قدر يحققها الحمد إن شاء الله صدارة براية اللي هكون صدارة بفرق النقطة فاينال أفراقيا لا صدارة مش بفرق النقطة لأنه في واحدة من المؤجلات مع بيرامس يعني ممكن الصدارة تتسع لأربع الماضي كمان يعني ان شاء الله أن الله يقدر يحقق ده وبالتالي السكواد شايفه الحمد لله بشكل رائع جدا التفاوت في المستوى ده طبيعي لأن انت عندك كم بطولات كبيرة جدا جدا بتدخل فيها ومطالب إنك صدارة أو تحقق البطولة دي عندك 8 أو 9 لعبين في المنتخب القومي متواجدين اللي بيعابوا على أقل 5 أو 6 لعبين بشكل أساسي وكمان في الفرق أو المنتخبات التانية كم الإرهاق الكبير جدا جدا اللي بتعرض لنادي الأهلي مع المباراة المؤجلة ومع الضغوط الكبيرة جدا جدا عشان تقدر تشارك في كل هذه البطولات كل 3 يام مباراة أعتقد أنه وضع طبيعي جدا مفيش فرقة في العالم تقدر تحقق كل البطولات في موسم واحد ممكن يحصل ده مرة أو مرتين بكتير لكن أعتقد أنه في صعوبة كبيرة جدا جدا لو ميجيل كاردوزو هيذكر الأهلي في الأربع مقصوات الأخيرة العباء في الدول مواجهتين مزين بي هيتعرف جزئية إزاي هيلعب الأهلي في مباراة ترادس هكلم معك في النقطة دي بس بعد ما نروح للزميل فاروق صلاح في نادي الأهلي نطمن على التدريب اللي يمكن بدأت من دقائق فاروق مساء الخير برحب بك زميل العزيز أحمد سمير وبرحب طبعا بكابتن الكابتن أشرف ممدوح وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان خلاص بدأ العد التنازلي لمباراة الذهاب لدور أبطال أفريقيا كلنا وكل جمهور النادي الأهلي كلنا بنقول يا رب إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي يعني إن شاء الله يرجع من المباراة الأولى بإذن الله بنتيجة إيجابية ونستكمل فرحتنا بإذن الله في مباراة الإياب في استاد القارة بإذن الله أحمد خلينا نتطمن منك على تمرينة النهاردة تكلمني كمان على تحضيرات الأهلي بشكل عام عارف إنه الفريق طبعا هيسافر بكرة بعد تمرين هتكون الساعة أربعة لعصر عايز أتكلم معاك عن التحضيرات والساعدات والأجواء اللي أنت لمسها من الجهاز الفني ومن اللعبين قبل بداية التمرين النهاردة لأنه خلاص إحنا أفدنا كل الصفحات ومن النهاردة بدأنا فعليا صفحة الترجي بالضبط يعني زميلي أحمد وكلامك يعني في غاية الأهمية اللي نقطة إحنا خلاص أفدنا كل الصفحات وبنفتح صفحة ملف مباراة الترجي اللي ما كانش لها أي ملف تتفتح فيه خلال المباراة اللي فاتت المباراة الماضية بالدوري اللي خادها للنادي الآلي تقدر تقول يا أحمد إن داخل جدرون للنادي الآلي خلاص فيه كتيبة عمل في كل اتجاهب تتحرك طبعا يعني للنادي الآلي زي ما انت عارفوا وقلينا من خلال قناة النادي الآلي إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي لها يكون رئيسا اللي بعث التفاريق للنادي الآلي في تونس فيه أكتر من ملف أكتر من اجتماع تم سواء على الجانب الأمنية سواء على الجانب الإداري التنصيقي الخاص بإعزي المباراة لكن طبعا يا أحمد الشغل الشغل والأهم هو ملعب التيتش هو الشغل الفني الميستر مارسل كولر اللي طبعا كان بالأمس منح اللعبين رح أسل بها لمدة 24 ساعة بدأ النهاردة اجتماعي كان حضور اللعبين قبل معدل التمرين كده بساعة ونص عمل اجتماع مع أفراد الجاز الفني والإداري على مدار الأيام الماضية يعني من بعد صعود النادي الآلي المباراة النهية برفقة الفريق الترجي كان فيه فرض في الجاز الفني هو الوحيد اللي شغال على الأمور الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي وهو يسين الميكاري محل الأداء للنادي الآلي اللي مستر كولر طلب منه مجموعة من اللقطات أو المباراة الخاصة بفريق الترجي التونسي سواء فيه الدوري التونسي أو لقائي ماميلو دي سانداونس فيه الدور لنصف النهية ده الفرض اللي تقدر تقول كان شغال خلال الأيام الماضية مستر كولر طبعا عقد معه جلسة عقد جلسة مع كل أفراد الجاز الفني يتكلم خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي ولا الترجي عقب الاجتماع قد اجتماع مع اللاعبين تركيز كبير جدا عند لعبة النادي الآلي خبرات لعبة النادي الآلي يحمد زي ما انت عارف ودور قط اللبس في النادي الآلي ممثلة فيه الكابتن محمد اللي شناوي الكابتن رامي ربيع الكابتن محمد هاني علي معلول أعتقد كل اللاعبين عقدوا جلسة وتكلموا وأعتقد يعني ان شاء الله مرضودها يكون فيه مباراة للزهاب بإذن الله طبعا عقب المحاضرة اللي مستر كولر طبعا اتكلم فيها على دوافع نفسية وان انا ازاي كون انا بطل افريقيا وقدر حافظ على اللقب الافريقي وده بيشايل لعبة مسئولية مستر كولر قال لهم عايزين نفرح الجمهور الجمهور ده ما بيشبعش من البطولات مش معنى ان احنا واخدين البطولة اللي سنة اللي فاتت ده يدينا نوع من الرياحية فريق طرق فريق قوي جدا فريق طلع ماميليو دي سانداونز وطالما قدر انه يفوز على ماميليو دي سانداونز في الزهاب والقياب ازا فريق ليه كل احترام وفرقة كبيرة جدا ثم انطلق المران طبعا اللي تعرف احمد خلاص بيشمل على جوانب فنية جوانب خططية بيبق خلاص الشغل الفني من مستر كولر طبعا انت عارف على خلاص على مدار الايام القادمة مفيش اي كلام في النواحة الفنية لكن انا بطمنك سواء من الناحة الفنية لناحة الخططية مستر كولر مجهز طريق اللعب اللي يقدر يلعب بها مع فريق الترجل التونسي العناصر ايضا اللي هتخدم للتشكيل اي 11 لعب ان شاء الله يكونوا جازين طبعا في ارض الملعب زي ما انت قلت بالفعل يا احمد ان شاء الله ان الفريق هياخد تدريب غدا ان شاء الله في تمام الساعة الاربعة عاصرا ومن بعد ان شاء الله التوجه الى مطار القاهرة طبعا ثم السفر الى التونس طبعا اجواء انا معاك طبعا احمد لو فيه اي استفسار او اي تساؤل لكن الافواء العيبة نمسين من التدريب النهاردة ان شاء الله اللعبة النادي عايز اعرف منك انا شفت ديانج في التمرين من شوية عايز اعرف الموقف بالنسبة كمان ليسر ابراهيم عمر السلية يسر كان ظهر على الدكة بس انا يمكن ما شفتوش في الملعب النهاردة فنتطمن منك ونتطمن جماهير نادي الاهلي وتقول لنا برضو اخبار عمر السلية لانه عمر حتى لو مش جاهز بدنيا اعتقد واحد من اللعيبة لاصحاب الخبرات الكبيرة واللي تواجده مع الفريق اعتقد هيبقى مفيد جدا في مواجهة رادس على وجهة تحديد بالضبط كلامك كلام مهم جدا زميل احمد يعني خلينا ناخد الامور من اطمنك طبعا الكابتن محمد اللاشينيو موجود في التدريب الاساسي ياسر ابراهيم اليو ديانج مروان اللي كان بعض الاخبار بتقول ان لا بأكد لك جاهزية تكافة هؤلاء اللاعبين سواء مروان سواء اليو ديانج ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم نارد طبعا هو كان بالمناسبة كان موجود طبعا فيه وقائمة الفريق الاخير امام بلدات المحلة لكن طبعا النهاردة موجود في التدريب مفيش اي الاسماء اللي انا قتلك عليها لا موجودة خلاص بطمينك عليها اي لعب منهم مستر كولر هيحتاجه سواء من الناحية الفانية يكون جاهز ما عندناش اي مشكلة في اولاء اللاعبين بالنسبة طبعا زي ما انت كلمت على احمد عبدالقادر عمر السلية وايضا احمد نبيل كوكا خلينا يعني اقولك انهم في مرحلة التأهيل الاخيرة هل من الممكن ينزلوا غدا التدريب الاخير للنادلالي يعني ده اللي لسه يتحدد النهاردة طبعا لكن هم حاليا مش موجودين طبعا في التدريب محدش منهم شارك خالص في التدريب الجماعي الفريق للنادلالي سواء احمد نبيل كوكا او يعني عمر السلية او احمد عبدالقادر لكن اقدر اطبعناك انهم خلاص يعني المرحلة التأهيل الاخيرة كان فيه جزء من التأهيل قبل انطلاق التدريب يعني اللي كوكا والعمر السلية ويلي احمد نبيل احمد عبدالقادر بطمنك على الامور التأهيلية لكن صفرهم من عدمه طبعا ده يتحدد ان شاء الله خلال التدريب الاخير اللي ياخده الفريق غدا لكن طبعا انت عارف قيمة عمر السلية قيمة احمد عبدالقادر احمد نبيل كوكا كلهم عناصر مميزة لكن اي لعبة يكون موجود ان شاء الله من فريق النهاردة في هذه المواجهة في هذه البطولة بإذن الله كلهم قادرين ان شاء الله وزي ما قال الكابتن اشرف ممدوح كلمة مهمة جدا مفيش فريق في العالم بينافس على كل البطولات وبيطالب بكل البطولات لكن عندنا جوال نادي الاهلي احنا بننافس على كل البطولات عايزين كل البطولات جمهورنا عايز كل البطولات ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله بإذن الله يفرحوا الجمهور والبداية بأفراد سبشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز فاروق صلاح وهارجع لمطشاط الاهلي مش عارف هل ممكن تتكلم على تقيم شكل وعداء النادي الاهلي في مطش المباراة الأخيرة قدام البلدية ناس كتير جدا شايفة انها ممكن تكون السيناريو اللي هيلعب به الترجي قدام النادي الاهلي فكرة الزون واللعب على التحولات واللي تقارن على مستوى الاربع مطشاط كلهم اسماعيلي جونة اتحاد ثم البلدية النادي الاهلي الفترة الأخيرة فيه اكيد لو الناس متابعة وجمهور النادي الاهلي اكيد متابع كويس جدا ازاي ميستر كولور بيتعامل في الروتيشن فكرة الروتيشن يعني انت عندك كل مباراة فيه على الاقل على الاقل تلات لعبين مختلفين ازاي تقدر تعمل الروتيشن ده وانت بتحقق نتائج والأداء ما بيتأثرش بشكل كبير يعني انا شايف عمر كمال محمد هيني النهاردة فيه الروتيشن بشكل دائم بشكل كبير والمستوى مين افضل من في الاتنين دون من وجهة نظرك هجومين ومين افضل دفاعية لا بتأكيد عمر كمال افضل هجومين محمد هيني عنده ثقة كبيرة جدا وعنده خبرات كبيرة جدا اكتسبها في الناحية الهجومية ازاي بيقدر يدافعه وبيقدر يعمل ناحية الهجومية لكن بتأكيد هي امكانيات شوية في الناحية الهجومية عمر كمال عنده تحرر شوية كبير برر حسابات في ماتش بالتراجع عشان عدم القيد افريق صحيح بس خلينا نقول انه من نجوم المرحلة دي حقيقة يعني التركيز يعني انا عايز اقول لك بس ازاي ميستر كولر بيقدر يوصل بكل اللعبين بكل السكواد لنفس درجة التركيز اللي لم يكن اكتر للناس اللي بتلعبش يعني نهارده عمر كمال ممكن تلاقيه بره مباراة او اتنين بيشارك النهارده بتلاقيه بتلاقيه من اوف داماتش نسبة تركيز 100% واداء غير عادي محمود متولي اللي كنا بتكلم انه هو بعيد النهارده ما شاء الله بيشارك بنسبة كبيرة وباداء مميز بتتكلم السورية وكريم ندفت وكوكا ومروان عطية اكرم توفيق يعني التغييرات اللي بتحصل وافشة لما بيتواجد وبيخرج وبينزل كهرباء نفس الكلام ريدا سليم وحسين الشحات والتغيير اللي بيحصل ما بين كمان بيرستاو وسامو بعالي وكهرباء يعني هذا الروتيشن اللي بيحصل من ميستر كولر ويصل بهذه الدرجة من التركيز لكل اللعبين ده معناه ان فيه كيميا كبيرة جدا جدا ما بين ومين اللعبين وفيه شغل فني وبدني بيحصل من الجهاز الفني ولازم اشكر طبعا المدرب الأحمال انه قادر انه يوصل بكل اللعبين لهذا الكم من التركيز والدرجة جهزية جهزية الكبيرة جدا جدا لكل اللعبين التشكلة اللي بتحصل والتغيير في التشكل اللي بيحصل من ميستر كولر طبعا بيوصل كل اللعبين للجهزية ده بيوصل انك ميبقاش عندك الارهاخ الكبير في كل المباراة عودة النادي الاهلي في اكتر من مباراة بالفوز يعني مباراة البلدية النادي الاهلي شوط تاني هدفين وفي اخر ثانية في المباراة الهدف التاني المباراة الكبيرة جدا لنادي الامام للتحاد والفوز الكبير جدا الاسماعيلي كان نفس الكلام الجونة كان نفس الكلام يعني فيه تركيز كبير جدا من اللعبين وفيه جهزية كبيرة جدا جدا من كل اللعبين هو كمان خد بالك انا اعتقد كمان بتبقى الاربع مطشاط دول فرصة لكل اللعبة انها تقول للجهاز الفني انا واصل توب فورم فانا عايز العب نهي يعني بيبقى واحد من الدوافع اللي عنده البيب نفسه طبعا بيدي لك يعني اقدم افضل مع عنده عشان يبقى لانه خد بالك انت النهاردة زي ما انت كنت قلت قليلا انت تقريبا ما فيش مركز في الحداشر يعني ما تغيرش يعني كل اللعبين بتشارك وما فيش مركز بتقدر تقول انه تفضل مين على مين يعني حتى متواني لما رجع بعد فترة طويلة رجع على ربيعة ومنعم الاتنين كانوا اساسيين يعني بيستسناء عب منعم اعتقد انت لو سألتني مين اللعب الوحيد في النهار اللي ممكن ما بيتغيرش عب منعم اعتقد يعني كل الباقي بيتغير يعني ربنا يحفظه طبعا ويبدع عنه الاصابات يمكن علشان الجاهزية يمكن علشان الحمد لله متواجد بشكل كبير لأ عبد المنعم وبالتالي بيشارك بشكل اساسي يمكن رامي شوية اصابة او ايقاف متولي بيرجع ياسر ابراهيم شوية لكن بيستثناء محد عمنا اعتقد ان التدوير عملية الروتيشن والتدوير بتحصل في كل الفريق وده ما بيحصلش في العالم ان يبع عندك هذا الروتيشن او هذا التدوير وفيه ثبات في الحمد لله في النتائج وفي الاداء اخر اربع مبارات يطمنوا بشكل كبير جدا النادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي على كل السكواد اللي موجود وكل اللاعبين الموجودين مبارات الترجي طبعا هيكون وضع مختلف اللي مطمئني بشكل كبير ان النادي الاهلي بيعرف يتعامل في هذه المبارات بيعرف يتعامل مع المبارات الكبيرة اللي فيها محتاج خبرات وفيها محتاج شخصية اللاعب زي ما بقولك وقلت في بداية الحلقة انه مش بس الامور الفنية والبدنية هي اللي بتفرق في النتائج لا فيه شخصية البطل وش فيه شخصية اللاعب بتفرق كتير جدا في التعامل خاصة انك تلعب مع فرقة يعني عندها خبرات كبيرة جدا يعني يعني بفتكر في الشخصية دي فيه مطشط كتير جدا في هائي دوري ابطال اتحط الاهلي فيها تحت ضغط رهيب اللولة الشخصية اللي احنا متكلم عليها دي ممكن كان الرجوع بقى مستحيل يعني الاهلي والصفاقسي في 2006 الاهلي والترجي نفسه في 2012 الاهلي والوداد في المغرب النسخة الاخيرة ففيه مطشط على اي فرقة كرة تانية مع النتيجة دي بيبقى صعب صعب جدا لكن الاهلي دايما يعني بيحب الصعب الدغوط هو ده اللي بنقوله دايما انه فكرة ان فيه لعبين بتيجي النادل الاهلي ما بتقدرش تتحمل الدغوط دي ما بتقدرش تدخل في فكرة انك تلعب دايما على البطولة وبتكتسب الخبرات دي وبيبقى عندك شخصية البطل وعندك فكرة انك تقدر تتحمل دغوط الجماهير وجماهير النادل الاهلي وجماهير المنافس وضغط المباريات وضغط البطولة يعني اعتقد الحمد لله النادل الاهلي عنده مجموعة كبيرة جدا في نفس الجزيرة عايز اسألك عندك سلاسي سنقول دوري ابطال من ناحية يعني مفيش خلاف على قيمتهم الفنائي صحيح والحقيقة انه العناصر دي سواء كانت اكيد طبعا اختيار الادارة مع مصر لكن في النهاية انا بشوف ان حجم الاضافة هو اللي كانت جمهور النادي الاهلي مستنيه مش بس في المركات الفادة لا من كاسا سيزن كمان بتكلم على ريدا سليم بتكلم على وسامة أبو علي بتكلم على أمام عشور تلاتة دول كالكواليتي محدش تختلف عليهم لكن التلاتة في نفس الوقت سنقول لدوري أبطال انا هنا بتكلم على مطش تونس تحديد على مطش تونس تراهن على الخبرات يعني تراهن على اللعيبة اللي لعبت دوري أبطال وجابت لك دوري أبطال وعندها فكرة الدوافع اللي بتخليهم يطلعوا يعني بيرسي تو وكهرباء هم نجوم نسخة دوري الأبطال فاهم قصدي عندهم خبرات عندهم وهدفين البطولة صحيح فتراهن على الخبرات في مطش رادس يعني بكامعة مطش رادس تحديد يعني عشان الضغوط والجماهير ولا تراهن على سنة أولى دوري أبطال بس الكواليتي هي دي اللي أنا عايزة في مطش زي ده يعني ممكن تربط الكواليتي بالشخصية يعني لو الكواليتي عالي جدا وشخصية اللعب منتخب مصر مثلا ان في بعض اللعبين كان الكواليتي عالي جدا لكن عنده رهبط المباريات واحيانا مش هقول بيهرب من المباريات لكن يعني بيكون عنده تخوف بشكل كبير انه يشارك في المباراة فاصلة او مهمة يعني بدون ذكر أسماء وبالتالي لازم تربط بين الشخصية يعني بلاش الاسماء عشان أنا ممكن اتفع معاك ان في لعيبة بتظهر في المستوى المحلي بمستوى علي جدا لكن ما بيظهر ما عافش يهرب دي قصة تانية لكن لما بيظهر يعني بيتقال انه بيهرب لكن أنا شايف انه عنده تخوف يعني عنده رهبة المباريات الكبيرة او الفاصلة عنده تخوف من ده لكن امام شخصية و عالي جدا جدا انا اديله في الشخصية عشرة من عشرة لان كل المواقف اللي اتعرض ليها مع النادي الاهلي في كل المباريات او حتى ما قبل الانضمام الاهلي ولكن زادت بشكل كبير مع النادي الاهلي طبعا نتيجة الخبرات و نتيجة السطة الكبيرة انا هنا بس الكلام اواضح ما بكلمش على خطة ولا تشكيل ولا طريقة لعب ولا اسلوب طبعا ده كله اللي حدده كولر ولد جدا الكواليتي وفي الشخصية رضا سليم نوعية لعب عنده مش عايز اقول عايز اقول ببرود لانه طبعا دي مش مش هجوم على على رضا لكن مهم جدا ان اللعب يكون عنده هدوء اعصاب بشكل كبير جدا مع الشخصية والضغط الكبير طبعا الملعب واحد واعتقد ان رضا من الناس اللي اتعودت على الضغوط دي لانه اللعب كتير وسام شوية هو اللي متعرضش لده قبل كده لكن اعتقد ان شخصيته قوية وشخصية قوية داخل الملعب يعني صاحب قرار ما عنده التخوف الكبير ده خاصة ان بعد انضمامه للنادي الاهلي اعتقد انه يستطيع يحقق ده مع المجموعة السكواد الكبير اللي موجود شايف ان وسام ان شاء الله يكون مهاجم النادي الاهلي كأدارة كجماهير كلعبين عارفين كواس جدا انه الاهلي حتى لو بيلعب في تونس ليس بالخصم السهل صحيح وبالتالي واحد طبعا ازاي شايف ضغط الجماهير يعني شايف الجماهير وطبعا جماهير ترجي من اكبر جماهير الكرة في افريقيا كلها لكن شايف ازاي ضغط الجماهير خصوان بعد نتيجة المسم الاخير هل تشوف انها الضغط هيبقى على الاهلي اكتر على العيبة الاهلي اكتر بيبقى انه منعب فينال برى ارض وانا شوف يعني طبعا شوفت ده حصل بشكل كبير مثلا في مركب محمد الخامس مطش الوداد ولا الضغط في المطش ده هيبقى على عيبة الترجي اكتر شوف احنا لو اتكلمنا على دور النادي الاهلي على مستوى الاداء والنتيج لكن اللي دعم رقم واحد واللي وقف فريد النادي الاهلي على رجله في الفترات اللي فاتت هو جمهور النادي الاهلي لازم نواجهله الشكر ونقول انه دايما هو الداعم رقم واحد وهو يعني اللي دايما بيدي النادي الاهلي الباور انه يتصدر دايما المشهد في كل البطولات صحيح البطولات في او البطولة يعني خليني نتفق انه هو مصدر فرحة مش بس على مدار سنين على فكرة مصدر فرحة للمصنين طويلة جدا صحيح لو الاهلي ما بيحاجش انجازات او داخل في الرجل زي ما بيقولوا كده ومشي الدنيا بينا احنا كنا كنا احنا على مدار سبع تمن مواسم اللي فات يعني قبل شوية من سنتين ثلاثة من دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي كانت فرحنا في مجال الرياضة في مصر بشكل عام هو النادي الاهلي تحقيق البطولات رغم عدم موجود جمهور يعني رغم عدم موجود نشاط يعني ما كانش فيه اي حاجة النادي الاهلي هو كان البسمة الوحيدة يعني بتفرح جمهور مصر مش النادي الاهلي بس الجمهور في تونس صحيح مختلف وانا باتفق معك تماما انه جمهور التراجي الحقيقة او الجمهور التونسي من الجماهير الكبيرة جدا وليعب شمال افريقيا بالنسبة لعب الكورة هو اصعب ملاعب شمال افريقيا صحيح ويمكن انا جربت ده شوية يعني جمهور مختلف جمهور عنيف مع الافريقيا اعتقد مع الافريقيا التونسي ومع النجمل صحيح يعني مختلف يعني عندهم عمف شديد جدا جدا وبيعرفوا يضغطوا بشكل جيد يعني اداة جدا احنا جمهورنا يمكن شوية حماسي اكتر بشارع لانه يحمس في الهد لكن هما بيعرفوا يضغطوا على الحكم بيعرفوا يضغطوا على يعني يعني نفس طريقة لو شفت نفس طريقة اللاعبين داخل الملعب ازاي بيقدروا يعصبوك يخرجوك برا السياق وينرفزوك جمهور كده بنفس الشكل طبعا كل احترام لهم لكن هي طرق مختلفة اسلوب مختلف اعتقد حقه مشروع طبعا حقه مشروع لكن يعني احيانا بيكون فيه تجوزات لكن يعني حقه يضغط طبعا من حق انه يخرج لبرا الشهورة وانه دفن على فكرة يعني دفن وده دور من اضار وبينجحوا كتير جدا خلي بالك في معظم البرات يعني او البطولات تشكي ده التحكيم الافريقي في مطشط شمال افريقيا انا دايما يعني متخوف محطوط معهم تحت ضح اه متخوف جدا ان هما بيقدروا يأثروا يا احنا بنعرفش احنا هنا اكتر بنشجع كورة بنشجع فرقتنا لكن ما نعرفش ان مالس الضغط ده على حق ما نعرفش تضغط على الفريق المنافس بتقدرش تعملوا الرعب ده حالة الرعب دي اه لكن الجمهور في تونس مختلف صحيح يعني طبعا يعني مباراة قوية واعتقد انه جمهور تراجي تونسي الموسم ده عندهم امال كبيرة جدا جدا مع التراجي انهم يحققوا سواء البطول المحلية او البطول الافريقية وده حضور كامل طبعا هيعمل مشكلة كبيرة جدا طبعا طبعا للعب التراجي التونسي طبعا خاصة على ملعبهم يعني يعني شوف الدعم انا شايف انه الدعم دايما وانت في احتياج لي بيكون في المباراة التانية يعني المباراة الاولى هتخلص بالنتيجة سواء ايجابية او سلبية لتراجي التونسي لكن المباراة التانية هي الاصعب بالنسبة لهم طبعا هي اللي محتاج دعم كبير جدا جدا هناك هيبقى فيه ضغطه طول المباراة انت عايز طول الوقت عايز طول الوقت انك تحقق او سيجيب اهداف الجمهور ده انت اللي عايز تحايده ده ازاي بصرف النظر نتيجة اخلص كاب بس انا بشوف انه جماهير شمال افريقيا حالة الحمس الرهيبة اللي بتوقع عليها دي بداية طول ما هي عندها امل اول ما انا شفت ده الاهلي عمل ده قبل كده اول ما الاهلي بيسجل الدنيا بتلاقي الدنيا خلاص يعني خلاص انت انت كتفت المدرجات سكتت الجمهور صدرت التوتر للعابة الفريق تاني بيبقى سيناريو لمطش بعد كده اسهل بكتير اسهل بكتير جدا اسهل بكتير جدا ديبقى بتقل من عليك بتلعب كرة بجد بيبقى عندك حرية اكتر ف المبادرة دي مهمة طبعا مبادرة مهمة جدا وحنسيب ده الميستر كولر حيفجئنا ازاي وفي التعامل مع بداية المباراة لانها مهمة جدا طبعا المباراة الحماسية اللي حتكون من خارج الملعب قبل داخل الملعب لكن شايف ان التراجي وصل لمرحلة نطج كبيرة جدا الفترة الاخيرة كل اللعبين يعني حتى عملية الدمجة ما بين اللعبين الكبار اللي عندهم خبرات ومجموعة اللعبين الشباب اللي صعادهم كاردوزو اعتقد ان دي تمت من فترة امال كبيرة جدا جدا للتراجي التونسي انه يقدر يعود مرة تانية للتتوجب البطولة لكن مواجهة النادي الاهلي صعبة حتى يعني انا قريت في اكتر من موقع او صحيفة تونسية فيه تخوف كبير جدا جدا من مواجهة النادي الاهلي النادي الاهلي عمل رعب كبير جدا جدا في تونس اكتر بلد يعني بشوف ده بيحصل في بلدان كتير جدا جدا من ناس انتماءاتها مش اهلوي لكن المحللين موضوعيين عندهم قدر من نزاهة بيحترموا شرف المهنة اللي هما بيحترموا الجمهور اللي هما بيطلعوا يكلموا يعني يكلموا اكتر ناس بتعرف امت النادي الاهلي بحس كده ده انطباع شخص يعني عوجة نظر هما التوانس اعتقد يمكن عشان دي كان يعني اكبر مواجهات لنادي الاهلي كانت في تونس اعتقد او مع الفرقة التونسية في المغرب بيحصل ده في الجزائر بيحصل ده بشوف ناس مش اهلوية يعني انتماءاتهم مش اهلوية بيشجعون رادي تانية لكن حينما يأتي الحديث او الذكر عن اسم النادي الاهلي لكم فيه احترام شديد جدا لا مبالغة في الاحترام وكلام الحقيقة النادي الاهلي امام الفرقة التونسية هي اكبر مواجهات يعني ما بنواجهش فرق في شمال افريقيا اكتر من الفرق التونسية اعتقد كده يعني مش متذكر لكن اعتقد ان مواجهاتنا في شمال افريقيا من من سيانوات طويلة جدا جدا مع الفرق التونسية وده حقق كمان يعني رغم ان فيتا نافذ شديد جدا انك حقق ارضية كبيرة جدا لنادي الاهلي انا بشوف حاجات مثلا كان من جمهور التراجي وبيطلع في اذاعات توريسية يكلم انه بأهلاوي وبيشيد النادي الاهلي انا بقيت اهلاوي يعني يعني انتمائل النادي الاهلي النادي الاهلي يعني تاريخ كبير جدا جدا وعريض وتحقيقك دايما الانجازات وجودك في الصدارة بيدي انطباع لكل الناس او انت شايف دايما صورة البطل المتوج دايما في كل المواسم يعني مش بس دايما متواجد في البطلات القرية كبيرة احمد يعني انت السوبر افريخي متواجد السوبر ليج متواجد كاس العالم متواجد وبيتحقق نتائج ودايما موجود في منصات التتويق دا بيديلك شهرة كبيرة جدا جدا للنادي الاهلي في كل مكان مش بس في شمال افريخيا وبالتالي نادي الاهلي طبعا تاريخ كبير جدا والترجي بالمناسبة واحد من الفرق اللي هتشارك الترجي الوداد حين شاركوا في كسر عاملان داونز هيشاركوا في النسخة القادمة من كسر عاملان دا دي يعني لياه وقتها ان شاء الله بإذن عشر خمسة وعشر طب خلينا يكلمك على السيناريو يعني وخلينا حاول اقرأ معك ازاي بيفكر من جال كردوز وجايله النادي القرن يعرف تماما حجم النادي الاهلي صحيح عرف انه الاهلي وصل هل يتخلى عن فكره او طريقته اللي بتميل اكتر لنواحد تأمين النواحد دفاعية صلب جدا دفاعية بالمناسبة ويراهن على فكرة انه يخطف الاهلي حتى فرادس ولا تتوقع انه يحاول 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 مكسب بأي شكل ويلعب جيم مفتوح او جيم هجومي وبالتالي يحاول يحاول يسمح له بانه مع التسعين دفاع القاهرة يقدر يتجاوز ويوصل للقب شوف انا اتفرقت على تراجل تونيسي في اكتر من مباراة وخليني ارجع معاك لمباراة امام سانداونز لانا الاقرب المباراة الاقرب ومباراة امام فريق كبير يعني سانداونز من الفرق الكبيرة في افريقيا الفترة الاخيرة وبالتالي نفس الفكر صحيح النادي الايلي مرعب بشكل كبير واكبر وافضل لكن سانداونز من الفرق الكبيرة في افريقيا في فترة الاخيرة ازاي تواجه ده يعني بما انك هتلجع للسيناريو سانداونز خليني اقول لما شافش المباراة انه على مدار 180 دقيقة سواء في رادس او في بريتوريا سانداونز اضاع كم من الفرص 25 فرص يعني كانت كفيلة بنهاية اللقائين اللي صالحوا بذكر كبير جدا لكن ده برضو ما ينفيش انه امان الله ما ميش حارس المرمى تقلق تقلق بشكل كبير جدا وفرق معهم جدا وانه عندهم برضو الى حد ما يعني صلابة دفعية في التعامل مع الهجمات خصوصا مع الفرق اللي بتلعب كرة على الارض وكرة سريعة بتعتمد على النقالات السريعة وقدروا النازع الهجومية الكبيرة جدا يعني قلت يا أحمد دلوقتي انه بيعتمد اكتر على مباراته في رادس لا انا شايف انه العكس انه دايما بيعتمد على المبارات تانية بمعنى ايه انه ممكن يحقق حتى لو تعادل هو راضي تماما حتى لو عنده في رادس تعادل في تونس حتى لو تعادل يعني يعني ما عندهش مشكلة انه يكسب او يتعادل او حتى يحرز هدف واحد ما عندهش مشكلة في ده خالص دي مش ازمته الاهم انه ما يستقبلش هو اهم نقطة عنده في كل مباراته علشان كده انت تفضلت وقلت انه اهم شيء او اهم حاجة هو بيلجأ ليها في النواحي الخطاطية التكتكية انه التأمين الدفاعي التأمين الدفاعي 11 لعب تحت الكرة في تكتلات الدفاعية في كل مكان في الملعب انا شايف ان تمركز هم حتى في على المستوى تمركز اللعبين والرقابة في الفترة الاخيرة لمحمد بن علو ياسين مرياح وهابي في خط الظهر اتحسن كتير جدا الفترات الاخيرة رغم انك قلت 9 3 اهداف هم بس الاستقبلوهم في مشوار رغم عدد الهجمات كتير جدا جدا اقولك ساندونز اضع تقريبا 15 20 فرصة بجد ضغط كبير جدا وقدر انهم يخرجوا بكلين شيت في اللقائين وكمان يحققوا فوز يعني يحرزوا هدم وبالتالي هم عندهم حنكة كبيرة جدا في الناحية الدفاعية عندهم خبرات كبيرة جدا الفترات أمين مميش أمان اللامام مميش في النجم السحيلي مباراة أخيرة اللي عبوا في الدوري كسبوها 3-2 أمان اللامام مميش وخط الدفاع كان محمد بن علي وياسيم مريح وهابي ومحمد أمين بن حميدة أعتقد خط الوسط كان روجر أهولو وحسان تقا وغيلان الشعلاني لكسان بدين غشا ويان الهجوم كان رودريجو ورودريجيز ويعولوا عليه كثير جدا خلي بالك رودريجيز لأنه مهاجم قوي فيتر ويحارب ويقاتل على كل كورة برازيلي برازيلي هو الشعلاني طبعا من الأسماء الخبرات الكبيرة الكبيرة عندهم يعني بيعتمد بشكل كبير على الحنكة داخل الملعب إزاي يقدر أتعامل مع خبرات النادي الأهلي إزاي يقدر أتعامل مع الخطوط اللي بيقدر النادي الأهلي يتعامل من خلالها سواء من ناحة اليمين أو من ناحة الشمال الاختراقات من العمق إزاي يقدر أقفل المساحات دي بقاش عنده مساحات لأ عندهم خبرات كتير جدا عشان كده إزاي مستر كولر هيقدر يفاجئ فريق الترجي هي دي اللي ما تبص المشوار الأهلي السندي مع كولر في أفريقيا هتلاقي إن فيه برضو تنوع واحد خلي بالك خلي نتفق إنه السيزن ده تحديدا مختلف عن كل المواسم من النصدق أنت وصلت أربعة نهاية قبل كده بس في كل نسخة منهم كانت البداية دايما فيها مشاكل كانت بدايات متعسيرة كان فيها دروبات بتطلع بعد كده أضوالة إقصائية بيبقى خلاص يعني يعني يقتل يا مقتوت زينا يولف فبتظهر شكسات الأهلي السندي غير السندي الأهلي محقق أطول سلسلة لها زيمة يعني سلسلة مطشاط لم يتعرض فيها لخسارة ولا مباراة رقم قياس عشرين مباراة ده رقم ما حققوش جزي نفسه من بداية البطولة أنت يعني لما تبص لمجموعة مجموعة ما كانتش برضو سهل على الإطلاق قابلت في دور الإقصائية فرق كبيرة قادرت تتحقق فيها مكسب متعرضتش لخسارة فالظروف السندي إلى حد كبير جدا مختلفة وده يخليني سألك مثلا مرسل كولر فجئني أنا تحديدا في مطشو مزينبي هناك أنه بدأ اللقاء ضغط وبيهاجم وخلق فرص يعني كانت ممكن تخلي الأهلي يكسب حتى كمان في كونغو هل السيناريو ده ملائم لمواجهة التراجي وهل زي ما أنت بتقول مثلا أنه كاردوز فكر أنه يأمن دفاعيا هل ده معنى أنه كولر من البداية ممكن يندفع هجميا خبرات ميستر كولر في فترة أخيرة يعني بتفاجئني أنا شخصيا لأنه التخوف من ميستر كولر في بداية تعاقده مع النادي كانت عامل لنا أزمة كبيرة جدا لو فاكر في التعامل مع المباريات تقدر تتعامل مع المباريات الكبيرة دي في أفريقيا ودرجة الحرارة ورطوبة وارضية الملعب والسفر والإرهاق لو فاكر يا أحمد في بداية تعاقد ميستر كولر ومعنى بلالي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا لكن الحقيقة الرجل استوعب بشكل سريع جدا جدا يعني من قصة مختلفة تماما من الجنة لو قرنت بيننا أوروبا وأفريقيا يعني صعبة جدا ظروف الأجواء هناك ظروف الملعب مختلفة ظروف الجماهير هناك ظروف التحكيم هناك حجم المنافس مختلف تماما طبعا عشان كده بقولك يعني الموضوع مختلف جدا لكن اكتسب الخبرات بشكل كبير جدا جدا وإدى يتعامل بشكل رائع في المواسم اللي فات وحقق إنجازات كبيرة معنى دلالي الترجي مش جديد عليه إن كان ميجال كاردوزو جديد فهو نفسه واجه الترجي ولعب في تونس وقدر يحقق مكسف صحيح التعامل بقى في المباراة دي بما إن كاردوزو أعتقد حيلجأ بشكل كبير جدا لنفس طريقة اللعب أمام سانداونز وهي التأمين طبعا هيلعب شوف تأكد مليون في المية إنه لم ولن يخاطر بنسبة واحد في المليون أمام النجاح من الشباك وتستقبل مستحيل هي دي طريقته تطمع أنت شوف مش شايف دا كمين بالنسبة لك ولا لا وعندهم مشكلة طبعا أنه عندهم التحولات الهجومية خطيرة يعني هم أحرزوا الأهداف أمام سانداونز بالتحولات الهجومية دي أجمالات مرتدة وقدروا أنهم يحققوا فوز وعندهم رودريجو رودريجيز مهاجم قوي وسريع وفايتر وبيقدر يقاتل على كل كورة عنده سرعة كبيرة وبالتالي التحولات الهجومية ممكن تعمل خطورة في نادلالي للفترة الأخيرة حياة رومي ومحمد عبد المنعم مع علم معلول محمد هيني مع طبعا خلبية الدفاع سواء أكرم أو مروان أو أيا كان الاسم اللي موجود الحياة التأمين الدفاع الحمد لله ماشي بشكل رائع جدا مع نادلالي عايز أقول بس أنه يعني بطريقة أنا لكن المباراة دي أعتقدناها ممكن ما تمشيش بالشكل ده الضغط الهجومي في كل المباريات اعتلال في طريقة تفكيرك كمدرب أو كلاعب لما تفاجئني بالنحية الهجومية في مباراة زي دي دي وجهة نظري أنا شايف أنك لو ضغط مثلا على تربك الحسابات تربك الحسابات وتغير طبعا لأنه مش دي يعني ميستر كولر دايما كل مباراة ليا حساباتها وكل كل مباراة بيفكر إزاي يتعامل مع المنافس بشكل مختلف سيناريو الوداد في الدور قبل النهائي في المغرب مع موسمين صحيح الضغط المبكر الضغط المبكر ممكن ييربك الدفاع أفشا خدها خلص وهنكمل بقى اللي انت قلته أحمد إنك جمهورك حيبتدي يقلب شوية عليك أو يهمد اللاعبين نفسهم لما يتخطفوا هدف في رادس وبالشكل ده وبسرعة في بداية المباراة أعتقد أن ده ممكن ييربك الحسابات جدا جدا لكن أعتقد أن ده يعني هيكون بعيد شوية حسابات ميستر كورير أعتقد يعني أو منطقيا ونظريا ممكن نقبل ده أو يبقى طبيعي كجهاز فني أنا كجمهور طبعا عايز الأهلي طبعا منطقيا ونظريا صعب لأنك بتواجه قوي فريق عنده خبرات كبيرة مش الترجل لقابل كده في حماس في حماس كبير جدا في البداية أو الخمس عشر دقايق أنا أعتقد أن حيبق فيه مش ضغط على النادي الأهلي لكن أول خمس ست دقايق هتلاقي فريق الترجي كرة طويلة علشان يقدر يوصل لمرمى النادي الأهلي أسرع ويحمس جمهوره عشان يفضل معاه من البداية مش دي هتبقى طريقة اللعبة بعدها بشوية هتلاقي فريق الترجي تراجع شوية وابتدى يلعب على الهجمات المرتدة أنت تلعب إزاي أعتقد أنه سيكون فيه سيناريوهات في المباراة مش سيناريو واحد أنا بشتهيلي أربع سيناريوهات للأربع أشواط كل موديل فني هتعامل كل شوط يعني ممكن كل ربع ساعة كل عشر ده يتغير سيناريو وده يتعودنا عليه من مستر كولر إزاي بيقدر يغير خططه بتدي تعليماتك في قط اللبس على سيناريو الشوط الأول وبتقول إنه لو حصل كذا بيحصل كذا بين الشوطين في قصة تانية بين الجولتين في قصة تالت طبعا كل شوط هيبقى لي ملامح مختلفة تماما أكيد الاستحواز مهم جدا جدا ما تسيبش كرة لفريق التراجي لأنه لو سيبنا كرة لفريق التراجي هيعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الطويلة والفاولات أو الكرات السابتة ودي هتعمل لنا مشكلة كبيرة جدا هم متميزين فيها بشكل كبير فإنك تستحوز على الكرة وتبعد عنهم شوية فكرة إنه يبقى في ضغط على النادي الأهلي من خلال الكرات السابتة أعتقد دي نقطة مهمة جدا تهمد فريق التراجي بالاستحواز وجمهورهم كمان أعتقد دي نقطة مهمة وعندنا اللعبين اللي قدروا يعملوا ده انطلاقاتك واللعبين اللي قدروا يقوموا بالدور الانطلاقات سواء مش عايزة أقول أسماء لكن عندنا أسماء كتير يعني لو كلمنا عن بيرستا وحسين الشحات ريدا سليم إن شاء الله يعني لو قيد رحمة عبدري يبقى موجود إمام عشور عندنا الفراودة عندهم سرعات كبيرة جدا إزاي تقدر تلعب على المساحات خلف شوية الباكين باك ليفت والباك رايت فإنك تقدر تاخد كرات سابتة أو إنك تختارق من العمق وممكن تضغط فريق التراجي في بعض الأوقات بسواء بالاختراقات أو بكرات العرضية أعتقد ده ممكن يبقى سيناريوم ملائم على الأقل في مباراة تونس لكن الاندفاعات الهجومية هتسبب علينا مشكلة كبيرة جدا جدا الماتش ده يعني نتمنى طبعا السلامة والجازية للجميع لكن يمكن على مستوى خط الدفاع ما فيش خلاف بنسبة كبيرة يعني أعتقد أنه أغلب الناس شايفة أنه هاني معلول رامي وعبد المنع لكن يمكن اختيارات كلها لخط النص اللي ممكن تبقى شوية محايرة حسب الأدوار والتكلفات والطريقة اللي هيلعب بيها يعني أعتقد أننا متفقين خلاص على الأسماء يعني لو متفقين متفقين ما تقولش يعني أعتقد أننا متفقين يعني حتى جمعنا في المباراة الأخيرة في أسماء خلاص اثنين أو ثلاثة في وسط الملعب مركزين بشكل كبير رغم أني قلت من شوية أن فيه روتيشن كبير جدا حصل أنا وطلعت لك آخر عشر مباريات سواء في أفريقيا أو في الدوري المحلي مش هتصدق كم التغييرات اللي حصلت أنا معيك أنا معيك أنا معيك أنا معيك لكن وفي المطشات التقيلة يعني مش بيفجأك في مطش في الدوري ولا مطش في الكس أنا معيك ممكن يفجأك في كس العالم صحيح في أهم المباريات في أهم المطش لكن أهم لكن مهم جدا ودي نقطة مهمة جدا لمسر كولارحية أنه عنده تركيز كبير جدا في مدى جهزية أحمد أو أشرف النهاردة وصل لقد إيه يعني أنا أعتقد أنه بيدي درجات للتركيز يعني ممكن أحمد يكون وصل لتسعة من عشرة لا لو أشرف وصل لعشرة مع عشرة مش لو أحمد وصل ستة وأنا وصلت تمانية يبقى أنا اللي هرعب لأنه اللاعبين عنده كلهم أنا شايفهم شايفهم كلهم إمكانيات كبيرة كواليتي كبير روفيالات مختلفة لكن الإمكانيات كبيرة وبالتالي حقيقة أنا بقالي فترة طويلة لازم أحسب ده الكولر يعني الناس ممكن تنتقدوا في حاجات تفاصيل صغيرة في دارة مطش في وقت تغيير في اختيار تشكيل أساسي أحياناً بتحصل ساعة بتحصل وارجد لكن اللي بجد أنا أحسبه المارسل كولر كهيد كوتش أنه النهاردة بقى عندي اتنين تيم على نفس المستوى يعني يعني فكرة طبيعية أنا شخصياً ممكن أو كتير من جميعنا دي يعني تختلف على تبدأ منين وتقعد منين طبعا دي حاجة تحسب للموديل الفني طبعا ولازم قبل كل مباراة تقول لأ النهاردة يعني ممكن ده و ده يشارك يعني يعني النهاردة في خط الوسط مثلاً في خمس ستة أسماء ما كانش موجود قبل كده الكلام ده كنت دايماً بتدور على واحد أو اثنين بالكتير والباقي يا أمو صاب يا أمو بعيد عن المستوى يا أمو النهاردة الحمد لله عندنا جاهزية في كل اللاعبين أعتقد الثلاث أسماء اللي فاصل المنعب يعني متفقين عليهم خلي بالك الناد الأهلي يعني كتاب مفتوح و ومش بيفرق قوي فكرة التشكيل الأساسي من أو نخبي مين موجود مين مش موجود لأنه والترجي كمان كتاب مفتوح طبعاً لكن الحمد لله الحمد لله والجاهزية البدنية والفنية والتركيز الحمد لله بشكل كبير جداً موجود عند كل اللاعبين النهاردة طيب التعليمات والمحاضرات والتدريبات طبعاً نخلاف عليها لكن بمجرد ما لها بتنزل ملعبه دي نقطة بالنسبة لي مش ألقاني يعني أنا متأكد طبعاً لعبة الأهلي كلها عندها خبرات كبيرة جداً حتى اللي بيلعب يعني أنا قلت اخترت مثلاً تلات أسماع بيلعبه سنقولها لنهائي دورة يا أبطال لكن وثق تماماً في شخصيتهم وزي ما قال أشرف الحقيقة وفي نقطة الترك التركيز ومجهزيته لكن خليناي أقول إنه الأول مرة من فترة هي الأول مرة خالص يبقى أنا عندي تلات كبهات كبار بشوفهم أنا عندي أهلي ليهم تأثير كبير جداً على أي بجوع الملعب وبرى الملعب صحيح شنناوي سليا وعلي معلول صحيح لأول مرة احتمالات يعني تواجدهم في الملعب في الملعب التشكيل الأساسي ممكن تبقى شوية مش كبيرة بس سناء علي معلول شنناوي وسليا ممكن طبعاً أنا عارفش إيه اللي يحصل في الأيام جايس ممكن جداً يشاركوا حتى على البنش وارد جداً لكن عدم وجودهم في الملعب شوية على مستوى الخبرة والتعامل مع السيناريوهات أو التحولات أو التغيرات التي عصتها في الملعب مقلق بالنسبة لك مشايف يعني تعويض ممكن يكون إزاي صحيح بيقلقني يعني أنا دايماً بتكلم معاك أحمد على دور اللعبين الكبار مهم جداً جداً سواء خارج الملعب أو داخل الملعب الشخصية بتفرق وشخصية القائد داخل الملعب بتفرق كتير جداً 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 مع كل اللعبين وافتقدناها في بعض المباريات لكن اللي مطمني بشكل كبير اللي وصل ليه لعبتنا في الفترات اللي فاتت من كم الخبرات اللي اكتسبوها بمعنى إنه النهاردة أنت كنت متخاوف على مثلاً اسم زي مروان عطية النهاردة مروان عطية ما شاء الله هو اللعب رقم واحد في النادي الأهلي في الحتة بتاعته وفي منتخب مصر معينه كان قبل ما يجي النادي الأهلي بعيد عن الكلام ده النادي الأهلي بيضيف شخصية كبيرة جداً جداً لكل اللعبين مصطفى شبير واحد من الأسماء اللي لازم تقول إنه اتولد نجم إنه اكتسب شخصية مع النادي الأهلي غير طبعية يعني تقدر تقول النهاردة الشناوي طبعاً إنه عليه ضغوط غير طبعية وكان في ضغوط بتقطيع يعني كان ممكن يبطل يعني يعني والله كان في البداية كان ممكن يبطل لكن مصطفى شبير عنه شخصية كبيرة جداً طبعاً البدني مفيش لا خلاف طبعاً مفيش خلاف التكتيكي مفيش خلاف الفني مفيش خلاف لكن هيا بشوف البطشات الكبيرة دي الزهني فكرة نك تحضر اللعيبة طبعاً زهنياً فكرة اللعيب يفصل من كل حاجة يبعد عنه يشتت نفسه يشغل نفسه بحاجات فكرة اللعيب يخش في مود ماتش زي ده ده تركيز دي خبرات دي خبرات خبرات البطل يعني النادي الأهلي عنده من الخبرات ومن التركيز في مباراة الكبيرة دي بعد أربع النهاردة خامس بطولة أو خامس نهائي على التوالي حققت منهم ثلاثة إن شاء الله تحقق الرابعة بإذن الله تعالى يعني مستحيل تقدر تقول أن نتكلم على التركيز أو على قلة الخبرة أو على إزاي تفضي زهنك لمباراة زي دي أعتقد أن اللعباتنا الحمد لله عندهم الخبرات الكبيرة دي إزاي يقدروا يتعاملوا مع مباراة الكبيرة دي وبقولك دايما وبقولك جمهور النادي الأهلي إن اللي بيفرق في هذا التركيز والرجولة داخل الملعب وإزاي يؤدوا بهذا الشكل هو غرفة دايما غرفة ملابس النادي الأهلي اللي دايما منتكلم عليها على اللعبين الكبار وإزاي بيكونوا متواجدين بنسبة كبيرة جدا جدا في تحقيق النجاحات دي كل ثقة طبعا في لعبتنا إن شاء الله في مباراة رادس وفي مباراة العودة هنا وأنا كل ثقة إن شاء الله نادي الأهلي يقدر يفوز بالبطولة دي إن شاء الله إن شاء الله كلها عشر تيام زي ما قلنا مشوار إحنا على عتاب إنجاز تاريخي سواء للنادي الأهلي أو لجمالي نادي الأهلي أو للجيل ده من لعابة النادي الأهلي اللي حقاوا إنجاز إن شاء الله بإذن الله يكتب في تاريخهم أعتقد هيكون من الصعبة تكراره وإن كان لأهلي دايما ما بيعرفش المستحيل عشر تيام نتمنى فيهم كل التوفيق سواء في موقعات رادس أو في مباراة العودة هنا في القهد سيكون التوفيق حليفنا إن شاء الله كابتن أشرف توقع قبل ما نبدأ الهواء النتيجة أنا توقعت وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بعد مباراة القاهرة أو بعد مباراة رادس تحدينا إن توقعاتنا كانت ليها علاقة بماطس رادس إن شاء الله هقول لحضراتكم كابتن أشرف قال إيه وأنا قلت إيه بشكركم على المتابعة بشكر كابتن أشرف طبعا شكرا يا أحمد جدا وإن شكرا جدا جدا وإن شاء الله كل توفيل ندل آلي ودايما جمهورنا موجود في دهرنا إن شاء الله كل التحاية